لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد الفنانة يسرى زارت قبر الفنان الكبير هشام سليم واستحبت معها زوجته وزارته في المقابر وباكته كانت بتصرق وقالت مش هنساك يا حبيبي يا صديق عمري هتفضل في قلبي ومش هنساك لغاية مجينا وزوجته انخارت برضه من البكاء وقالت له وهي بتصرق 60 ملي يا حبيبي قلبي مش هنساك يا عمري اهلا وسهلا بكم متابعينا الكرام بعد الانتهاء من مراسم جنازة الفنان هشام سليم زي ما كلنا عارفين ان مفيش عازة لان وصية هشام سليم لأولاده ما تعملوش عازة الفنان خالد زاكي زار هشام سليم في المقابر واستحب معاه والدة هشام سليم علشان تزور ابنها بعد وفاته للأسف يا جماعة الفنان خالد زاكي ووالدة هشام سليم ما حضروش الجنازة وكان كل واحد منهم عنده سبب قوي كلنا عارفين ان الفنان خالد زاكي زوجته توفت قبل وفاة هشام سليم بحوالي يومين وكان بيعمل عازة في بيته لزوجته يوم وفاة الفنان هشام سليم علشان كده ما قدرش يحضر الجنازة لكن خالد زاكي انسان طيب وراجل جدع ما بيفوتوش واجب اول ما خلص مراسم عزاء زوجته راح ظهر صديقه عمره الفنان هشام سليم في المقابر وكمان استحب والدة هشام سليم معاه بعد ما عرفت بوفاة ابنها وانهارت هناك من البكاء وقالت مع السلامة يا ضنايا ربنا يرحمك وقعدت تبكي عند قبره لكن الفنان خالد زاكي كان بيواسيها وقال لها البقاء والدوام لله وحده ادعيله ربنا يرحمه ويغفرله كمان يا جماعة والدي الفنان هشام سليم ما حضرتش الجنازة ولا العزة لان زي ما قلنا لحضراتكم في الفيديوهات اللي فاتت انها ما كانتش تعرف بوفاة ابنها وانهم خبوا عنها لان حالتها الصحية ما كانتش تستحمل الصدمة دي علشان كده قررت يسرى وخالد سليم واولاد هشام سليم انهم يأجلوا الخبر ده وما يقولوا لهاش دلوقتي غير لما تكون مستعدة ويهيأولها الأجواء المناسبة علشان تستحمل الصدمة دي لان يا جماعة بجد حاجة موجعة ومؤلمة قوي ده نضنا ربنا يا رب يرحم الفنان هشام سليم ويرحم موتانا وموت الجميع ويصبر أهله وأسرته ومحبيه بعد الانتهاء من مراسم دفن الفنان هشام سليم وتشيع جنسته طليقة الفنان هشام سليم راحت المقابر علشان تقراله الفتحة وتدعيله بالرحمة وكانت حاسة بالندم لانها ما وقفتش جنبه فآخر أيام حياته بعد اصابته بالسرطان وانهارت هنا من البكاء حزنا على فراقه زي ما شايفين قدام حضراتكم عملت كده لان كنت تجوزت وكنت بتتخلف والله الظاهر كانوا عاوزيني عمل كده وكانت دي رغبة مراتي ولكن دلوقتي بما ان الموضوع مش انتهى فكان لازم ارجع لقواع دي اهلا وسهلا بكم متابعين الكرام بعد وفاة الفنان المصر الكبير هشام سليم الناس كلها على مواقع التواصل الاجتماعي حابة تعرف هو تجوز كم مرة وعدد زوجاته علشان كده في الفيديو ده هنقولكم هشام سليم تجوز كم مرة وعنده كم ابن او ابنة لكن قبل ما نبدأ من فضلك ادعمنا بلايك واشترك في القناة وفعل الجرس بكل الاشعارات وصلي على سيدنا محمد في خانة التعليقات انا مطلق دلوقتي زوجات تانية مع الاسف هي في سعودية وراحت السعودية وكان في مشاكل عندها فما كانش هتقدر ترجع واتكلمنا وقررنا ان احنا لازم نتطلق وخلاص الفنان هشام سليم زي ما كلنا متفقين ان واحد من افضل الفنانين في مصر والوطن العربي وقدم اعمال فنية مميزة نالت شهرة كبيرة واعجاب عدد كبير من المواطنين في الوطن العربي الفنان المصري هشام سليم اتجوز مرتين المرة الاولى كانت من السيدة مرفة النحاس وهي مصرية وخلف منها اولاده التلاتة اما الزوجة التانية للفنان هشام سليم فهي من السيدة نادية الغالب وتعرف عليها عن طريق ايميل ارسلته لي بعد وفاة الكابتن صالح سليم رئيس النادي الاهلي الاسبع وكانت نادية الغالب متجوزة قبل ما تتجوز هشام سليم وعندها من زواجها الاول تلات ابناء نادية الغالب من عيلة محافظة وانفصلت عن زوجها الاول قبل ما تتجوز من هشام سليم بسنتين الفنان هشام سليم زي ما قلنا لحضراتكم انه عنده تلات ابناء كلهم كانوا من الزجة الاولى ليه من السيدة مرفة النحاس ابناؤه هم نور واسمك وزين الشرف لكن يا جماعة الزجة التانية كان لها تفاصيل خاصة الباب اللي تقفل على اتنين ما تقدرش تتناقشه يعني لو سمعت وجهتنا النظر حرفيهم صح وفي الاخر اللي اتنين غلط الفنان هشام سليم اعلن فاكتر من برنامج انه لسه بيحب زوجته التانية السيدة نادية الغالب على الرغم من انفصلهم وقال انه تجوز مرتين لكنه مطلق دلوقتي ولسه بيحب زوجته التانية وهي سعودية الجنسية وبتعيش حاليا مع عائلتها هناك وبيتمنى انهم يرجعوا البعض تاني ويتجوزها مرة تانية في حد ظهر ما كانش عاجبه مرتين الاولانية فيعني بيساعدني وقال هشام انا جوزت مرتين وطلقتهم لكن مرات التانية السيدة نادية الغالب لسه بحبها الحد دلوقتي واتمنى نرجع نتجوز تاني ومش هلاقي زيها وعن سبب انفصاله عن نادية الغالب قال مع الاسف هي سعودية الجنسية وسفرت هناك وكان في مشاكل عندها فما كانتش هتقدر ترجع لي تاني وتكلمنا مع بعض وقررنا ان احنا لازم نتطلع وخلاص نادية الغالب سعودية الجنسية اتعرفت على الفنان هشام سليم سنة 2004 وبدأت قصة حبهم وزواجهم من رسالة تعزية الكترونية وجهتها نادية الغالب لهشام سليم بعد وفاة الكابتن صالح سليم وبعد كده تبادلوا الحديث مع بعض بالساعات يوميا علشان كل واحد منهم كان حابب يعرف التاني وفي الاخر وقعوا في حب بعضهم هشام سليم قال ان السيدة نادية الغالب قالت له في احدى الرسائل انها مستعدة تتجوزوا في الجنة لكن هشام سليم ضحك معها وقال لها بس انا مش هكون موجود في الجنة وهتروحي على الفاضي وبعد كده تجوزوا لما جات زارة مصر وفي احد اللقاءات التلفزيونية مع الفنان هشام سليم قال انه انجازب للسيدة نادية بسبب هدوءها ورزنتها وقال انه في الاول ما كانش بيحب يطلع من البيت خالص لانه كان بيحب يقعد معاها وقال مدلعاني قوي حد يلاقي دلع وما يدلعش ستة جميلة جدا وشيلانة على كفوف الراحة وبفطر على السرير وعيوبي ان راجل عصبي لكن معاها ما كنتش بتعصب خالص لانها كانت دايما بتحتويني وقال انه نادرا ما كان يأكل خارج غرفة النوم وزي ما قلنا لحضراتكم في بداية الفيديو انه هشام سليم متجاوز مرتين المرة الاولى كانت من السيدة ميرفت اللي خلف منها اولاده التلاتة والمرة التانية كانت من السيدة نادية الغالب اللي ما خلفش منها ابناء لكنها كانت متجاوزة قبل ومطلقة وهي عندها من زوجها الاول تلات ابناء وفي مشاكل كتير بين الفنان هشام سليم وبناته اللي كان بيقعد بالسنين ما يشوفهمش بسبب ميراته الاولى ميرفت النحاس اللي انفصل عنها وعلى كلامه دايما كانت بتحرط بناته عليه وبتخليهم يكرهوه لانها كانت بتزرع الكره في قلوبهم من ناحيته وقال هشام سليم في اكتر من لقاء تلفزوني انه مش عايز فلوس والعاوز حاجة لكن عايز بناته يرجعوا لحضنه تاني الفنان هشام سليم كان بيعاني في اخر ايامه من المرض بناته ما كانوش جنبه باستثناء ابنه نور اللي قاعد معاه مش مع والدته ودايما بيروح معاه في اي مكان حتى كان ملازمه في رحلة مرضه وفي اخر ايام حياته لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس